هذا من المقترح الأول المقترح الأول أن نلغي الإهداع في الحساب جهة أخرى والبطاقة تخصم رأسا من حساب الشخصي للزبور المشترك المسألة الثانية التغلب على مسألة الصرف المؤخر وهذه المبادلة نعطيك ألف ورقة وحدة وتعطيه لمجزة هذا كل مبادلة وفيه تأخير وهذا لا يجوز وخصوصا مع الزيادة نقول هذا يمكن تغلب عليه أيضا بما عليه الدنيا كلها لماذا نحن مازال متمسكين بتخزين الكاش في بيوتنا كل واحد يقوم عن مصر نهار واثنين وثلاثة باشي حصل خمسمية وستمية واللي يحصل ألف والعشراف واللي يحصل اعتماد واللي يحصل أي صورة أخرى يحصل منها مليون يضم في حوش واللي يرفع المصر واللي يحصل هكذا يفعل ما الذي دعانا إلى هذا بربكم دعانا إلى هذا أيضا الإجراءات الملتوية لو أن نحن أخذنا بما أخذ به العالم وأن الناس يستطيعون أن يحولوا التحويلات الإكترونية من حساباتهم في المصارف بالموبايل لو اعتمدنا هذا وعممناه على الناس الله لا تجد أحد يبحث عن مسأة نقد ولا سيولة على الإطلاق لاختفت أهمية النقد ولا أحد ما زال يلتفت إليها أنت لو درت أوروبا كلها من أولى وآخرها لا تكاد تجد بيت في يعني أو صاحب بيت يملك في جيبه عشرة جريهات كلها تتعامل بالبطاقات وبالصقوق وبالتحويل الآلي والإكتروني لماذا هو مسموح به في الدنيا كلها ونحن في البداية غير مسموح به لنشوط ناخد التشويط يعني التشويط أكباد الناس باللهة والجري ويشغالهم في أشياء تافهة لا قيمة لها العالم تجاوزها ووضع لها حلول بحيث نشغل ناسنا وأهلنا بدل ما هو يشتغل في الورشة متاعه ولا في المصنع ولا في الوظيفة ولا يقوم بأي عمل ولا طالب ولا دراسة ولا أستاذ ولا يحضر بعد ذلك كله يبقى هو يوم كوتريك ماشي جاي يبحث يا فلان بلا يتحصل ليش مئة دينار ما إلى آخره فهذا الموضوع رأى حله سهل لو نيات خلصت للوصول إليه فالذي أريد أن أقوله يجب أن يلغى الاهتمام بالنقد وإذا يعني أخذنا بما أخذت به الدنيا كلها وهو تفعيل التحويل الإلكتروني فإننا أيضا نتغلب حتى على الأزمة الاقتصادية يعني المصف ليبيا ونفسه يشكي يقول أني عندي 30 مليار ولا 40 مليار مختفين مهناش مش موجودين لو أنت يعني تريد أن تحل هذه المشكلة تلغي أهمية المقد في أدهاي الناس وفي عقولها ويبقى معيش لي قيمة حينها تجد كل هذه المليارات رجع إليك تلقائيا من غير أن تكلف نفسك شيئا الحلول واضحة وسهلة ولكن النية والعزم والصدق في حل هذه المشاكل هو الذي نحتاج ليه يحتاج للصدق والعزيمة فأنا أناشد المسؤولين جميعا وأناشد شركة المدار والله نحن حارصون عليهم أنهم يوكلوا أصغارهم ووكلوا ناسهم وطنهم وأهل وطنهم الحلال وأن يخلصوا الناس من العذاب ومن معاناة ومن هذه اللزمات التي لا داعية لها ومفتعلة وحلولها سهلة ونريدهم أن يحولوا الاهتمام إلى التبادل الأكتروني فإنه يحل مشاكل كثيرة اقتصادية ومشاكل كثيرة أيضا مشاكل شرعية فعليه من يساره ويبادل إلى هذا ويجنبون ويجنبون هذه المخالفات التي نحن يعني غاطصين فيها وغارلين فيها ونكلفوا في المشايق وفي دالة اللفتاب اللي يبحثون عن الحلول المشاكل التي وجدتها هي ليس لها داعي والذي يؤيد هذا أن المشاكل هي محلولة نجد مثلا بعض الشركات التي تخرج البطاقات مثل تداول أصبعهم في يوم الأيام يسويقون لمشروعهم في القنوات يقولوا إحنا وجدنا الآن خدمة سهلة كل من يشترك معانا يستطيع من بيته ومن غرفة نومه عن طريق الموبايل يحول الفلوس من حسابه إلى حسابه آخر ويشتري ويفعل 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 إذا كان هذه أنتم سمحتم بها وهي موجودة في الشركات الخاصة التي مبنىها والربح والكسب من أموال الناس فكيف لا تستطيعون أن تقدمها لعامة الناس الغلابة هذه شركة تداول التي تنعين دي هذه الخدمة يمكن واحد هو في السيارة يحول لصاحبه ألف دينار يحول لصاحبه مئة دينار وهو جالس وخلاص لا يحتاج إلى صك ولا مصدق ولا يذهب بنفسه ولا يتعب روحا من الموبايل يفعل هذا هذا مدام أعطي طور هذه الصلاحية وجدت في بلاد لشركة التداول ولا لغيرها لماذا لا تقدمها لسائر الناس هذا هو السؤال يمنع أن تجيبوا عليه ترجمة نانسي قنقر